هاي شرفنا دلوقتي على التليفون معالي السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب نتكلم معايا طبعا على التحضيرات والاستعدادات لإستضافة المباراة معالي السفير بشكر وجودك معانا على شاشة النادي الأهلي في أسادسة أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين أهلا بحضرتك خليني يتكلم بداية عن الأجواء في المغرب والاستعدادات فيما يتعلق باستضافة المغرب طبعا لنهائي دوري الأبطال الإفريقي اللي هيجمع بين الأهلي وكايزو تشيفز طبعا يعني هي الأجواء طبعا فيه اهتمام بالمباراة بما أنها يعني نهاية بطولة بطولة الأفريقية طبعا الاهتمام أقل طبعا مما يعني كان متوقع لأن طبعا نجودات خلق من كايزو لكن الاهتمام مجال موجود طبعا نجودها بتقام على أرضهم يعني فيه اهتمام من ناحية الإعلامية وإهتمام بالجمعية طب خلينا نتمن كمان على الوضع الوبائي في المغرب طب احنا عارفين دايما والمغرب من الدول دايما عندها تخوفات من فيروس كورونا الوضع ايه هناك وهل فيه تفكير في السمح بأي نسبة حضور جماهيري للمباراة النهائية ولا لا لا الحقيقة هو يعني مسألة حضور الجماهير لم تطرح من كان المغربي خالص يعني في البداية كان واضح أنه هو فيروس كماهير بغض النظر عن الحال الوبائي المغرب يعني من الدول اللي هي فعلا عندها دايما حريصة جدا على أنه ما ينتشرش الوباء اجراءاتهم حتى من بداية الجايحة كانت خوية جدا ومازالت حصل طبعا تختيف شوية لكن مازال طبعا هم حريصين جدا أنه يتخذوا كل الاجراءات والاحتياطات عشان ما ينتشرش الوباء طيب تكلمنا شوية معالي السفير عن دور السفارة المصرية وتحضيراتها ومستوى التنسيق مع النادي الأهلي فيما يتعلق طبعا بوصول النادي الأهلي للمغرب وتفاصيل الخاصة باستعداداته للمباراة النهائية طبعا يعني احنا الأهلي بكاهم مرأة يجي يمكن طبعا طبعا بحسين اللي فاتوا من وقت يعني عن وصولي للمغرب طبعا استفارة دايما بتيبة مستعدة لأي فرقة مصرية سواء فرقة طلعة أفريقية أو فرقة قومية لأن ده طبعا جزء من شغلنا وطبعا بنا بشاعتين بوجود أي فرقة مصرية وخاصة دايما فرقة مصرية بتشرقنا وخصوصا طبعا الأهلي دي تاني نهاي للأهلي هنا من وقت وجودي والسنة اللي فاتنا نستمي فاينال للأهلي مع الوداد ونزبوط بالضبط طبعا احنا بمتعدين في تواصل دايما يعني مع ناتي الأهلي كان من البداية الحياة كان في تواصل مع كبتر محمود الخطيب كان في تواصل مع كبتر سمير عدي يعني في بداية التعتيبات والنهار ده أنا كنت تواصلت برضو مع كبتر محمود الخطيب عشان أبروصولهم بكرة عشان نشوف برضو كل الجمهورة بمشي في نطقها الطبيعي وكل شيء يمر بتمام وبسلامة ان شاء الله طبعا احنا بمتعدين طبعا بالتأكيد ما فيش شك في ده بس برضو مهم نعرف اي نوع مش عايزة اقول تحديات خلينا اقول الصعوبات اللي ممكن تكون هتواجهها فرقة النادي الأهلي ودور طبعا حضرتك معالي السفير ودور الصفارة المصرية في التعامل مع العقبات او الصعوبات دي يعني انا الحقيقة الأمور دي حد دلوقتي كلها ماشية يعني تمام مفيش اي سعي سعي معوقات يمكن النقطة الأساسية هي التصريح بتاع الطيارة ده ما فيهوش مكتلة والأمور كلها الحمد لله ماشية بثلاثة وان شاء الله يعني ما يكون سعي عقبات ولو في أي حاجة احنا موجودين يعني احنا بتواصلنا مع الجانب المغربي سواء من الجانب الأمني الجانب التنظيمي مع الاتحاد المغربي كل الأمور يعني ان شاء الله تتحلمت بشيء هل فيما يتعلق بانه يكون فيه فقاعة طبية واحنا يمكن كان فيه كلام من قبل المغرب انه يكون فيه فقاعة طبية قبل المباراة او قبل معد المباراة بتلات ايام هل تم التعامل مع الموضوع هل فيما يتعلق بمكان اقامة او مفندوق اقامة النادي الاهلي اماكن التدريب كل ده تم الاتفاق عليه ولا لسه يعني في الايام القضايا المنتظر كله كله متفق عليه طبعا الفقاعة دي يعني كان احد السلوط قبل حتى يعني تعف منصحتها في قائمة بيه اللي هو المفهود القادمين لو مش عاملين تطعيم بيعملوا حجر عشر تيام لما هذا الامر كان متفق عليه بغض النظر ايام المجموعة بيئة او قالت انه السرقة الرياضية بتعمل فقاعة الموضوع بأربعة تيام مش تلاتة اربعة تيام يعني من موقع توصول النادي الاهلي اليوم المباراة ينطبق على السادسين ونطبق قبل كده على حتى تستلعب رياضية اخرى كتستلعب بطلات الكرة الشاتقية وغيره فده يعني الاهلي هنزل في الفندق يروح بتدريب برجعه على الفندق وقاتيهم مش عامل شعبه فده مستفق عليه من البداية وعتقد انه يعني ما بيشكلش مشكلة للفريق لانه سريع تركيزه الاساسي في التدريب والمضالية الجالية المصرية في المغرب بعتقد يعني عددها كويس يعني عندنا اعتقد جالية مصرية في المغرب وهل في ترتيبات بينها وبين السفارة او السفارة بتنسخ فيه ما يتعلق بأي حاجة ليها علاقة بالمباراة ولا ده شيء بعيد عن دور اللي بتقوم بيس سفارة مصر في المغرب لا طبعا احنا عادتها منتنسخ مع الجالية في النسبة للأوضاع الطبيعية طبعا لانه الجالية بتحب تحضر خلصا نكون نهائي يعني طبعا يعني كل اهلي او اي فرقة مصرية الجالية بتحب طبعا طرف شكة طبعا مناسبة وعيد طبعا الاهلي بيلعب نهائي في المغرب وبتأكيد ان الجالية المصرية كلها كانت تحب تحضر طبعا حصل تواصل مع الجالية وتساؤلات من الجالية لحضور طبعا لتحب الأشخص طبعا نقول ما كان قرارك حكم المغربية انه ما يكونش في جماهير انما يعني جماهير انتقض او الجالية المصرية يأكيد هتكون بتحب بالأحدي في مكان القبضة شعورك الشخص يعني ده رأيك طبعا وحضرتك يعني حر فيه بس يعني انت احساسك الشخصي الجماهير في المغرب وسائل الاعلام المغربية متعطفة اكتر ومؤيدة اكتر للأهلي ولا الكايزر تشيبز لا مؤيدة اكتر للأهلي ان شاء الله بذناء بشكر حدقك شكرا جزيلا معالي سفير اشرف ابراهيم طبعا سفير مصر في المغرب وكل التحية لتقم العمل في سفارة مصر هناك وبالتأكيد طبعا والتنسيق الملف المباراة اتفتح من فترة طويلة وان شاء الله بإذن الله بعستنا توصل بكرة ومعنديش شك طبعا انه السفارة بالكامل وفي مقدمتها طبعا السفير اشرف ابراهيم هيكون فيه ندي الاهلي لحظة بلحظة وصولا للحظة المباراة ان شاء الله